لحسن الحظ أنه ظهرت بوادر الفراج فيما يتعلقوا بهذه الأزمة المتعلقة بلغة تدريس الاعتبار تصريحات التي أدر بها فريق العدلة والتنمية والمسؤولين في الأمانة العامة حول ضرورة وجود نوع من التوافق فيما يتعلقوا بالأغلبية وأن ليس هناك إمكانية لخلق تصدع للأغلبية فيما يتعلقوا بلغة تدريس لكن بالعودة إلى السؤال النقاش الذي طرح حول اللغة هو جزء من الأزمة في تدبير قطاع قلنا دائما بأنه منذ الاستقلال لم نعالج فيه إلا الأزمات لم نحتفل في يوم من الأيام في قطاع التربية والتعليم بلحظات مضيئة على اعتبار أن المراحل التي مررنا منها كلها نوع من تصحيح للأخطاء والنوع من التجاريب المتجددة والمتكررة والتي لا تكتمل وآخرها الانطلاق من البرنامج الاستعجالي الذي جاء ليصحح المحاولة الأولى لإصلاح قطاع التعليم ثم الآن نحن في مرحلة ثانية للقانون الإطار الملزم للقواعد المنظمة للمنظومة سواء تعلق الأمر بالجانب البيداغوجي وتعلق الأمر بالجانب المرتبط بالجهيزات والبنيات وغيرها ومعنى هذا أننا حينما نتحدث عن لغة التدريس فهي تثير لنا إشكالا آخر فيما يتعلق بهذه التجاريب حينما طرحت مسألة اللغة لاحظنا على أن هناك نوع من تطرف سواء في هذا الجانب أو هذا الجانب فيما يتعلق بلغة التدريس لكن كلا الطرفين لا يقدم الحجاج على صدقية أو حجية رأيه على اعتبار أن من يدافعون عن اللغة الوطنية باعتبارها نموذج يقتدى به في باقي الدول الأخرى وفي باقي البرامج الأخرى التعليمية العالمية نجد أن تجريبه في المغرب عن طريق التعريب لم يفضي إلى النتائج وبالتالي وصلنا إلى الباب المسدود فيما يتعلق بهذه التجاريب إذا كان لم يفضي إلى النتائج لماذا استمرار في الدفاع هنا ليس المشكلة في الاستمرار في الدفاع ولكن النوع من الشوفيني ونوع من الكاذب الهوياتي المتعلق باستعمال الهوية كفزاعة للحديث على أن ضرورة استعمال اللغة العربية في التدريس هذا يعني غياب رؤية استراتيجية لدى دي أعزف من المؤكد أن ليس هناك رؤية قارة وإلا لما قضينا كل هذه السنوات في التجريب والتجريب المضاد بالنسبة للغة ليست مسئولة في وضعها الحالي على تبرير هذه الأشياء المؤكد على أن داخل القطاع التعليم بالمغرب وصلنا إلى نتائج سواء تعلق الأمر باستعمال التعليم أو تعلق الأمر باستعمال اللغة الفرنسية في مرحلة سابقة وصلنا إلى نتائج غير مرضية وهذا معناه أن الإشكالية أعمق من اللغة أن اللغة حينما تظهر يظهر فيها الجانب السياسي الجانب الشعبوي ولكن المشكلة الحقيقة في التعليم هو بنيوي فيه كثير من الأشياء التي يجب أن تصحها ترجمة نانسي قنقر